المم comparison with the company and the UN. We were honored to be able to deliver the audit report of the Central Bank, both branches of the Central Bank. إذن هذه المراسلات والبيضاء. فخامة السيد رئيس المجلس الرئاسي هي خطوة هامة نحو توحيد مصرف ليبيا المركزي وتوحيد النظام المصرفي وهي أيضاً شرط مسبق من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد وتنمية القطاع الخاص والقطاع العام كذلك وتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي. فقط الانتقار التنمية المصرفيلي السيد رئيس المصرفيلي السيد رئيس المصرفيلي السيد. المركزي يكتسي أهمية قصوى وسوف يؤدي إلى توحيد جميع المؤسسات في البلاد بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي ودون هذا توحيد توحيد المؤسسات لا يمكننا أن نتحدث عن وحدة للبلاد الذي نسعى جميعنا إلى تحقيقها. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة تبدو أنها خطوة فنية ولكنها خطوة فنية. خطوة هامة نحو تحقيق رفاه الشعب الليبي كما أنها تدفع بالزخم وتشجع المزارات الأخرى بما في ذلك المسار السياسي من أجل العمل على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر. أود أن أشجع وأحث جميع السلطات والأطراف والمؤسسات الليبية على الاستلهام من هذه الخطوة الهامة نحو توحيد مصرف ليبيا المركزي وأتمنى أن تعتبر كقدوة من أجل أن تعمل جميع المؤسسات معا بغية التحضير لموعد الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر. كما أنزم المل و مجمع السلطات والأمي، لا أقلقى في اتفاهم حاجة وإعطاؤ و تحتوى الطفل with the work on the implementation of the Ceasefire Agreement. وكذلك سيكون فحوى تركيز خلال جميع اللقاءات التي ستكون لي في المستقبل. وكذلك سيكون فحوى تركيز خلال جميع اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة وأشكرهم على عملهم الجاد الذي يقومون به من أجل التنفيذ التام لاتفاق وإطلاق النار بما في ذلك ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا. مرة أخرى أود أن أعرب عن سعادتي هذا الحفل هو مدعاة للسعادة ويعد خطوة هامة وجوهرية نحو توحيد جميع المؤسسات في ليبيا. ونحو توحيد ليبيا وتحقيق الاستقرار والإزدهار المرجوع لليبيا وشعبها. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أنا أود أن أقول بادي أبي بادي بأن الملتقى الحوار السياسي لم يخفق بالضرورة ولكن كان هذلك الاجتماع بجناف اجتماعا ضروريا تمت خلاله مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات التي تؤدي إلى تنظيم الانتخابات في موعدها إذن نحن سوف نستمر في العمل مع ملتقى الحوار السياسي الليبي نهاية هذا الأسبوع سوف نتوصل بخلاصات عمل لجنة توافقات كما إنشاؤها في جنب خلال اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي وسوف تعمل على عدد من المقترحات من أجل جسري الهو بين مختلف هذه المقترحات وإقرار قاعدة دستورية للانتخابات لا يجب كذلك أن ننسى بأنه متتقابات يقع على عاتق البرلمان على مجلس النواب مسؤولية وكذا بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة مسؤولية تحذير التشريعات اللازمة من أجل إجراء الانتخابات وكذلك إقرار القاعدة الدستورية وكان ذلك فحوة وتركيز لقاءات مع رئيسي المجلسين And let's recognize the important work that is a non-stop work of the High National Election Commission that is preparing the elections as we speak through the voter registration process only several days ago they opened the media center and they are working whatever they can do on whatever files they can do to prepare the elections but of course they need to have clarity on the constitutional basis and on the necessary electoral laws and that should come from the House of Representatives in consultation with the High Council of State and other respective stakeholders كذلك أود أن أكرر وأشكر اللجنة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي تقوم بعملها ليلة نهار من أجل التحضير للانتخابات بما في ذلك عملية تسجيل الناخبين التي قد شرعت فيها كما قامت بإنشاء مركز إعلامي وتعمل على جميع الجبهات وفتحت عدة ملفات من أجل التحضير للانتخابات ولكنها تحتاج إلى إقرار القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة للانتخابات وهذه مسؤولية تقع على عاتق مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة وعدد من المؤسسات والسلطات الوطنية ذات السلام أعطى سنوات أحضر أن أتقع بلاد الحضير للإبعاء بما يحدث في إقرار القاعدة والإقرار القاعدة ومرضي عملية تحضير للتحضير للعامل في نيو يورك مع المملكات العملياتي يجب أن يكون هناك مجموعة المنصطي المنصطي للعامل الحضير للغاية على الحمسي 15 جولي وهذا هو فيجمع المجتمع تقرين لعملية المتحدة العالمية لتلك أهمية الأهمية المترجمات التي يجعلون الوضع في الوضع الوضع في ليبيا بما في ذلك الانتخابات وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في نيويورك خلال اجتماع لأعضاء مجلس الأمن وهو اجتماع وزاري ينعقد برئاسة فرنسا يوم الخامس عشر من شهر جويليا وستكون هذه فرصة سانحة مرة أخرى من أجل حشد دعم المجتمع الدولي لتحقيق المطلب الذي يسعى إليه الليبيون ويعملون على إنجازه